في أربع ولايات وازنة انتخابيا تشير استطلاعات للرأي إلى أن نائبة رئيس الأمريكي كامالا هارس تتقدم على الرئيس السابق دونالد تروم والحديثون عن مينيسوتا ديمقراطية، ميشغن، ويسكنسون، وبانسلفينيا التي تصنف متأرجحة فما آخر التفاصيل بحسب استطلاع فوكس نيوز الذي أرجي بين 2022 وال24 من شهر يوليو تقدمت هارس في ويسكنسون بنسبة 49% مقابل 47% لترومب هارس حققت النسبة نفسها في بنسلفينيا مقابل 46% لترومب الذي حقق نسبة 43% في مينيسوتا مقابل 51% لهارس التي بدورها سجلت أيضا قبولا بين ناخبي ميشغن بنسبة 57% مقابل 47% حققها ترومب في العموم دخل السباق إلى البيت الأبيض مرحلة مفصلية حيث يتوقع أن تشهد الأيام المئة المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية منافسة محمومة فيما ساعد كمال هارس لرسم استراتيجية حملتها الانتخابية وهنا لا بد من الوقوف عند استراتيجية هارس لتصبح سيدة البيت الأبيض فما هي هذه الاستراتيجية وما تفاصيلها؟ الجواب في التقرير التالي خلال حملتها الانتخابية في 2019 حاولت هارس محاكاة استراتيجية أوباما لعام 2008 فتعاملت مع ساوث كارولاينا وهي ولاية تضم عددا كبيرا من ذوي البشر الملونة باعتبارها موقعا لاختراقها المحتمل وهو ما تسعى له الآن مرة أخرى من خلال حشد المزيد من الدعم من هذه الفئة من معطني البلاد ويرجح أن تكون لجهود هارس لاتباع مسار أوباما أثر استراتيجية كبرى على خريطة المعركة الانتخابية لأن أي تحسن كبير في أدائها بين الناخبين من أصول إفريقية واللاتينيين ومن هم دون سن الثلاثين يمكن أن يعيد ولايات متأرجحة كادة تميل لمصلحة ترامب ليس هذا فقط بل تسعى هارس بشراثة أيضا لاستجداء الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة وتحدثت عنها في العديد من خطاباتها لكن ترامب يقف لها بالمرصاد ويعد هذه الشريحة باقتصاد أفضل وبالإضافة لهذه الشرائح المهمة تسعى هارس منذ سنوات إلى إيجاد مكان لها في أوساط المهتمين بالقضايا التجارية والاقتصادية حشد آخر تسعى له هارس إذا أقدمت نائبات الرئيس على الدخول إلى منصة تيك توك المفضلة عند أجيال X و Z والألفية في الولايات المتحدة فضلا عن مساعيها الهادئة لنالتأييد علني من الفنانة الأمريكية الأشهر تايلر سوفت بعدما حظيت بدعم الفنانة بيونسي والممثلة جينيفر أنستن وإذ تدرك أن الطاقة المعدية في الصور المتحركة السريعة والموسيقى تؤكد على ديناميكية حملتها التي تميل إلى التنوع وإذا نظرنا إلى الفيديو الانتخابي الخاص بها تشدد هارس باستمرار على الحرية باعتبارها الإطار الأساسي لحملتها مع الإشوارة إلى الأمن الاقتصادي ورعاية الصحية وحقوق الإنجاب والأمان من أسلحة النارية إذن هذه كانت تفاصيل عن استراتيجية حملة كمال هارس ينضم أو تنضم إلينا من واشنطن عبر تطبيق زوم السيدة كارولين روز كبيرة الباحثين في معهد نيولاينز للدراسات السياسية والستراتيجية أهلا ومرحبا بك سيدة كارولين معنا في دائرة الشرق إذن تعرفنا قبل قليل في هذا التقرير على تفاصيل استراتيجية حملة كمالة منذ أن بدأت حملتها كمال هارس لاحظنا أنه سارعت إلى خطوات عديدة لمخاطبة أنواع وأطياف عديدة من الناخبين الأمريكيين لكن ما هي الخطوة التويست إذا صح التعبير التي تركت هذا الأثر على استطلاعات الرأي التي قرأناها قبل قليل طبعا في مئة يوم متبقية للانتخابات الرئاسية كمالة هارس لديها وقت ضيق لمحاولة جمع الأصوات في الوقت نفسه هناك مجالات تركز عليها من المهم جدا أن تركز حملة هارس على تجمع الأصوات في مناطق أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وبالخصوص أن تستهدف الشباب وتكلمت عنهم في خطابها للمرات الثانية والأقليات والمهاجرين والمجتمعات التي لم يتم تركيز عليها سابقا إذن الأسبوعين الأتيين مهمين جدا لكمال هارس وسوف تتكلم عن هذه الأطياف كلها كما قلت تحاول فيها جمع الأصوات قدر الإمكان في كل الأطياف نعم لندخل أكثر في تفاصيل سيدة كارولين تبعنا هذه استطلاعات رأيي لفوكس نيوز أيضا لأي بي سي لكن ما دقت الاستطلاعات بشكل عام إذا أخذنا بعين الاعتبار أولا أن عدد الناخبين الديمقراطيين هو أكبر بكثير من عدد الناخبين الجمهوريين وثانيا إذا ما أخذنا أيضا التأثير اللحظي بمعنى أنه إذا خرجت كمال هارس مثلا بتصريح أو خرجت بكلمة في تجمع انتخابي فلها تأثير لحظي على الناخب يمكن أن لا يدوم إلى المئة يوم القادمة وأيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التطورات مثلا أعلان حمل بايدن تعديلات على المحكمة العليا والتي تدعمها مثلا كمالا أيضا هذا له تأثير في إطار حدث جديد أو تأثير جديد على الناخب مع الأخذ على اعتبار كل هذه العوامل لأي مدى يمكن التعويل على استطلاعات رأي أعتقد أن انتخابات 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الاستطلاعات كانت تشوبها بعض الشكوك وتم التلعب بها مسبقا وعلى سبيل المثال عندما كلينتون كانت ضد ترامب توقعت العديد من الاستطلاعات أن كلينتون سوف تفوز ولكن النهاية كانت دونالد ترامب بسبب هذا ربما تأثرت المصداقية وخاصة في ظل هذا الوقت الضيق هناك العديد من المعلومات التي يجب تحليلها حتى إذا ناظرنا إلى ربما جهود جمع الأموال وكل هذه الأمور تأخذ في الحسبان حتى الديمقراطيين ليسوا متأكدين هل ما سوف يصوت على بايدن أو على شخص آخر هذا معناه أنها لديها تأثير جديد ولديها طاقة جديدة في السباق الانتخابات هذا ولديه تأثير مثل ما قلت لحظي كذلك نعم يتم الحديث عن عدد من المسارات سيدة كارولين يعني عندما نقول مسارات الولايات تحديدا مسارات تمتلكها هارس لم يكن يمتلكها بايدن في الماضي والتي يمكن أن تؤمن الفوز لكمالة هارس يعني هناك مسار يثمى بالغريت ليكس باث ويقول أنه حتى لو خسرت كمالة مثلا نيفادا وأريزونا والجورجيا التي كان فاز فيها بايدن في عام 2020 فهي إذا تمكنت من ضمان الفوز في ويسكنسون ميشغن وبنسلفينيا فهي يعني بالفعل ستضمن الفوز في الخامس من نوفمبر لأي مدى ترين أن هذا يمكن أن يحدث أعتقد أنه من المحتمل جدا حدوث ذلك عوض التركيز على الولايات الأخرى هي تركز على المدن البارزة والولايات البارزة التي ذكرتها والغرب الأوسط هو مفتاح في هذه المنطقة ويسكنسون كما ذكرت ومنسوتا وإضافة إلى ذلك هناك طاقة وحملة تركز على سوث كارولينا وبولايات أخرى مثل فرجينيا وتكساس وبسبب هذا هاريس يمكن لحملتها لديها فرصة للفوز يعتمد الأمر الآن على كيف يستعملون استراتيجيتهم في المضيق قدما ترامب لقد تراجع على مشاركته في أي مناظرة ربما قد يكون هناك مناظرة بين هاريس أو المرشح الذي سوف يتم تقريره ومحتمل أن ينضم إليها ترامب لاحقا كل هذه الأمور أعتقد أنه سوف تفصل في توجيه الرأي بالإضافة إلى الاستراتيجية التي سوف يتم تبنيها في حملتها سيدة كارولينا فقط بما أنك تحدثت عن المناظرة بين هاريس وترامب كيف تتخيلينها باختصار على ما يبدو ترامب لن يشارك في هذه المناظرة قال أنه ليس لديه اهتمام في مناظرة هاريس وبسبب هذا هو يتراجع عن فرصة ربما توضيح للمجتمع الأمريكي ما هي وجهة نظره ترامب قام بهذا من قبل ولكن هذا ينزع منه فرصة كيف لهذه المنصات الحملات الانتخابية كيف أن يكون لديه تأثير في تحويل أو تشكيل الرأي العام وهذا يخلق اهتمام وتركيز وأهمية للمناظرة في كفتها شكرا جزيلا لك سيدة كارولين طبعا يطول الحديث لكن أشكرك على وقتك وعلى وجودك معنا سعدنا بوجودك معنا سيدة كارولين روز كبير الباحثين في معهد نيولاينز للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا